بورشه بالألمانية بورش شركة ألمانية مختصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء العالي أنشئت الشركة عام 1931 على يد المهندس النمسوي فارديناند بورشي الذي صمم أولى سيارات فولكسواجن يقع مقرها في شتودغارت بادن فورتنبرغ ألمانيا تم تأسيسها بواسطة فارديناند بورشي تم تصنيف سيارات بورش الرياضية عام 2001 على أنها أكثر السيارات هيبة من قبل معهد الرفاهية في نيويورك من خلال استطلاع للرأي لمايفوغ 500 عائلة لا يقل مدخولها السنوي عن 100 ألف دولار أمريكي أول سيارة بورش تم إنتاجها هي بورش الستين وعارثين عام 1932 فارديناند بورشه وعائلته أثروا بصورة أو بأخرى على عالم صناعة السيارات الألمانية بشكل واضح فارديناند بورشه المؤسس ابنه فيري بورشه حفيده فارديناند بودزي بورشه أو حفيده الآخر من ابنته لويز فارديناند بيتش الرجل القوي في عالم السيارات في ألمانيا اليوم كانوا دوماً من الأسماء المؤثرة في عالم صناعة السيارات في ألمانيا فعبر مجموعة من الابتكارات الهندسية والسيارات الرائعة والتعاملات التجارية الذكية فإن فرديناند بورشه وسلالته تبدو المساهم الأكبر في تشكيل صناعة السيارات الألمانية كما نعرفها اليوم بورشه بدأ حياته العملية في شركة لوهنر حيث طور هناك سيارة كهربائي ومن ثم سيارة كهربائية بدفع رباعي وأخيراً أول سيارة هايبرد بمحرك كهربائي ومحرك تقليدي من هناك انتقل للعمل في فرع من شركة دايملر في النمسا وإلى شركة دايملر نفسها حيث كانت النتيجة طراز SSK الرائع في العشرينيات قبل أن يؤسس شركته الخاصة للاستشارات الهندسية عام 1932 حيث عمل على عدة مشاريع لإنتاج سيارات صغيرة وأخرى لأول سيارة سباق بمحرك وسطي عام 1932 أعلن أدولف هتلر عن مشروعين الأول لإنتاج سيارة صغيرة للشعب فولكس واغن والثاني لإطلاق سيارات رياضية النتيجة كانت إدارة فرديناند بورشه لمصنع فولكس واغن الجديد والثاني سيارات أوتو يونيون الجبارة على ساحات سباقات الفورميولا واحد بعد انتهاء الحرب تم القبض على فرديناند بورشه من قبل الفرنسيين الذين أرادوا مساعدته لإنتاج سيارات سيارات صغيرة أساساً خلال ذلك الوقت كان ابنه فيري قد بدأ إنتاج أول سيارة تحمل اسم بورشه طراز 356 وفي نفس الوقت تم الطلب منه المساهمة في تطوير طراز بيتل مقابل مبلغ مالي لكل سيارة تباع والذي تجاوز عشرين مليون سيارة مما وفر له الأمان المالي إصدار محدود تم الإعلان عن هذه السيارة في العام الفين واثمين واستدعت شركة بورشة أفضل زبنائها لتعلمهم إنها ستصنع من هذه السيارة ثمانين سيارات فقط وقيمتها خمسة لن أحل الفلاف ملايين دولار أمريكي وتم حجز الثماني سيارات في أقل من عشر دقائق من قبل كبار الشخصيات ومنهم الأمراء وحكام الولايات وفاحشي الثراء وإنه سيتم تسليم هذه الثماني سيارات في تاريخ ثمانيني عشر وتسعة ألفين وعشر بسبب المميزات التي فيها وأن هذه السيارة الخارقة لا يمكن لأحد أن يعمل الصيانة لها في أي مكان في العالم وإنما فقط شركة بورشة وليس أي مكان من ورش بورشة وإنما مع حاسوب خاص بكل سيارة منها لتصليح أي عطل أو أي شيء آخر وعندما يتم شحن هذه السيارة إلى أي مكان يجب شحن هذا الحاسوب معها إذ تحسب لايطارئ قد يحدث مع السيارة ليتمكنوا خبراء بورشة وتتسارع هذه السيارة من سيروفا سافيميميا كوميس 2 مع سوزيرو الثانية وتبلغ سرعتها القصوى أرامي مائة وخمس مين كوميس وتولد تسعمائة حصان وحجم محركها خمسة بونسسوه لترات ذو ثمينة أسطوانات مع ناقل حركة بي دي كي هذا يعني أنها أقوى سيارة في العالم وأنها تحتوي على أقوى علبة تروس في العالم وأنها أغلى سيارة في العالم ولذلك تسمى هذه السيارة بالأسطورة أفضل سيارة للعام 2010-2014 على التوالي حازت سيارة البانيميرا على جائزة أفخم سيارة في العالم للعام 2010-2014 على التوالي حازت البانيميرا أيضاً على جائزة أقوى سيارة في العالم في فئة سيارة السيدان للعام 2010-2014 على التوالي حازت سيارة الكايين على جائزة أفخم سيارة SUV في العالم للعام 2500-2014 على التوالي حازت الكايين أيضاً على جائزة أقوى سيارة SUV في العالم للعام 2500-2009 على التوالي وللعام 2011-2014 على التوالي حازت سيارة الكاريرا والمعروفة بـ 911 على ثاني أقوى سيارة في العالم 2010-2011 والسيارة التي تسبقها هي البوغاتي فيرون سوبر سبورت والتي تولد ألف ممائة حصان حازت الكاريرا أيضا بجائزة أفخم وأفضل سيارة في العالم للعام 2009-2014 على التوالي حازت شركة بورشة أيضا على جائزة أفخم وأقوى وأفضل سيارة للفئتين السيدان وـ SUV في معرض دبي الدولي للعام 2010-2013 على التوالي حازت على أفخم وأقوى وأفضل سيارة للفئتين السيدان وـ SUV في معرض جنيف الدولي للعام 2010-2013 على التوالي طراز تيربو من البرشهي 911 ليس بجديد فقد بدأت بورشهي إطلاقه تحديدا منذ فئة 930 في الثمانينيات مع الجيل الجديد من البرشهي 911 وصل طراز تيربو مع محرك مشحون تبلغ سعته 3800 لتر ولكن بفضل التيربو تبلغ قوته 520 حصانا تعطي السيارة تأدية عالية يتطلب معها الأمر اعتماد نظام دفع رباعي بشكل قياسي لتنطلق السيارة إلى سرعة 100 كلم S في 300 واثمين ثانية فقط مع باقة الأداء الرياضي الخاصة وتوفر بورشهي كذلك طراز 911 تيربو S بنفس المحرك ولكن مع قوة تبلغ 560 حصانا ليتقلص الزمن المطلوب للوصول إلى سرعة 100 كلم S إلى 31 ثانية فقط فيما الوصول إلى 160 كلم S لا يتطلب سوى 6 باثمين ثانية كما تتوفر السيارة كذلك بطراز مكشوف البورشه 900 وافاً تتوفر طبعاً بشكلها التقليدي كسيارة كوبيه مع مقعدين صغيرين في الخلف إلا أن الشركة توفر السيارة أيضاً بطراز مكشوف وأضافت إليه عام 2014 طراز تارجا الشهير لدى بورشه ولكن هذه المرة بسقف فريد من نوعه إذ أن القسم العلوي منه يتم توضيبه أوتوماتيكياً تحت الزجاج الخلفي الذي يعود إلى مكانه لتتحول إلى سيارة تارجاً حقيقية بدون القسم الأوسط من السقف مع بقاء العمود الأوسط والزجاج الخلفي أول سيارة بورش تم إنتاجها هي بورش الستين وعارثين عام 1932 فرديناند بورشه وعائلته أثروا بصورة أو بأخرى على عالم صناعة السيارات الألمانية بشكل واضح ففرديناند بورشه المؤسس ابنه فيري بورشه حفيده فرديناند